موسيقى ينفذ اليوم تاريخ 31 مايو 2023 اتلاف مجموعة من الالقام والغذائف القير متفجرة نتيجة عمل فرغ مسام خلال الاسابيع الماضية وقد وصل المجموعة هذه المرة في الاتلاف الى 1316 بطعة هذا تواصل عمل مسام خلال الخمس سنوات والتي وصلت الى اكثر من 400 الف لغم تم تصفيتها من هذه المناطق ومن القرى وقد قام مشروع مسام بانقاذ الاف الارواح في هذه المناطق ونتمنى ان يستمر هذا المشروع لان الارض لا تزال ممتلئة بالغذائف القير متفجرة والالغام 400 الف لغم التي تم تطهيرها من قبل مشروع مسام وخلال الخمس سنوات الماضية وقد تم بهذا العمل انقاذ الالاف من الارواح البشار في هذه المناطق ولا تزال الارض مملوئة بالالغام والغذائف الغير بتفجرة نتمنى تمديد مشروع مسام للسنة السادسة لعملها الحية وفي هذه المناطق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر